السلام عليكم ازايكو عاملين يا رب الجماعيكم بخير هنحكي لولدنا قصة من الاسرار العجيبة قصة حي ام جماد حي ام جماد اليوم زهبت طفلة زهبت مع امها الى الحضيقة ورأت زهرة جميلة جدا وعندما هممت ان اقطفها رحت عشان تقطف الزهرة دي ممتها زعقت لها قالت لها ما تقطفها ما تقطفهاش حتى لا تموت فهي كائن حي قالت للبنت بلاش تقطعي الورقة لان دي كائن حي عشان ما تموتش سألت امي وما معنى كلمة كائن حي قالت لي الكائن الحي هو كل ما يحتاج لطعام وماء وهواء الكائن الحي هو كل ما يحتاج الى طعام وماء وهواء ليحيا وهو كل ما ينمو ويموت يبقى لما سألت امي ايه هو الكائن الحي وما هو الكائن الحي ردت وقالت هو كل ما يحتاج الى ماء وطعام وهواء ليحيا وهو ينمو ويموت تمام كده ده الكائن الحي اه انا وانت انا وانت نشرب ونأكل ونتنفس اه وهذا الطفل الرضيع يوما ما كان مثلك اه مثلك ولكننا نموت ونقبر لكن الكائنات الحية كلها تنمو تمام كده هل ترى هذه القطة هذه القطة بتأكل وتشرب اه بفمها وتتنفس بأنفها وتنمو اذا فهي كائن حي جميع الحيوانات كائنات حية تمام كده وهذه العصفورة هل هي اه كائن حي قالت امي نعم فهي تأكل وتشرب اه وتتنفس اه كل الطيور كائنات حية اضافت امي والاسماك تأكل وتشرب بفمها وتتنفس عن طريق الخياشيم في جسمها والاسماك والكائنات المائية كلها كائنات حية تمام سألتها وكيف تكون الظهرة يا امي كائن حي فهي لا يوجد عندها فم لتأكل وتشرب ولا يوجد لديها انف عشان تتنفس او خياشيم مثل الاسماك عشان تتنفس اجابتني امي لانها من النباتات والنباتات تمتص الماء والطعام من الطربة عن طريق جزورها وتتنفس عن طريق سقوب صغيرة في اوراقها تمام كده يبقى النباتات تمتص الماء والطعام من الطربة عن طريق جزورها وتتنفس عن طريق سقوب صغيرة في اوراقها اثناء واثناء هذا رأيت مرجيحة يحركها الهواء قلت لامي وهذه لا تأكل ولا تشرب ولا تنمو مثلها مثل القرى والعجلة اذا فهي ليست كائن حي قالت لي امي نعم وكل ما ليس كائن حي فهو جماد كل ما ليس كائن حي فهو جماد بعدها وجدت حلزونة تتحرك ببطء على العجب قلت لامي الحلزونة كائن حي ولكني وجدت حلزونة اخرى ملقى باهمال لا تأكل ولا تتحرف فسألت امي هل هي جماد قالت لي لا هذه كائن حي ولكنها ماتت وتوقفت على الاكل والشرب والتنفس مثلها مثل الاوراق الجافة والظهرة المقطوعة تمام يبقى احنا كده عارفنا الكائن الحي ايه هو وايه هو الجماد من قصة حي ام جماد نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة